شوف بقى الوضع العسكري في غزة الآن الوضع العسكري حضرتك احنا دايما كنا بنتكلم على ان هناك فصل في واجب عمليات الجيش الاسرائيلي في هذه المنطقة لان منطقة شمال غزة ومحافظة غزة عن ما يدور في منطقة دير البلح وكان يونس حصل مفاجأة الاسبوع ده هي قلبت الحكومة الاسرائيلية ان الانسحاب الاسرائيلي للقلوية التي ذهبت الى اماكن تمركز اقرى زي الفرقة 36 راحت على الشمال لان هو بجهز لحرب مع لبنان انا ما زلت متمسك بهذا التفسير والتحليل ان الجيش الاسرائيلي وغاشت على حضرتك ما زال يحضر لعملية عسكرية في لبنان طيب ايه اللي حصل حضرتك استمرت هنا فرقة اسفل فرقة 162 بقلويتها وابرازهم اللي هو 401 اللي هو مضرع ولوا مظل معاهم واثنين لوا مشامي كانيكي ولوا مهندسين عسكرين ولكن بعد انسحاب بقى الفرقة 98 من واجب العمليات هنا والفرقة 36 والفرقة 210 والفرقة 99 اللي نزل تحت عادت مرة اخرى المقاومة الفلسطينية الى منطقة الشمال وبدأت خسائر الجيش الاسرائيلي تكون خسائر فادحة واعيد اطلاق السواريخ من هذه المنطقة وهذا ما جعل بن غفير ينقلب على وزير الدفاع ويتهم بالفشل ويتهم ان المكاسب اللي تم تحقيقها في منطقة الشمال تم بتنهار مرة اخرى وحماز بتعيد بناء قواعدها تاني فين في منطقة الشمال فيه احساس بهدوء وطيرة الحرب لكن لسه يعني تعدنا 25 الف شهيد لكن فيه احساس ببعض الطباء البطء في وطيرة الحرب هذا غير حقيقي ما يدعو لحضرتك الشك في هذا هو ان نشاط القوات الجوية الاسرائيلية اصبح قليل لكن هو استعاد عنه بالقوات الجوية بمين؟ بالمدافع النهاردة خان يونس بتضرب بمدافع 155 ذات الحركة وده اجرام ده جريمة جريمة ضد الانسانية لان انا بضرب النهاردة قنابل او مدافع على سكان مدنيين فالجيش الاسرائيلي من اجل ايهام الامريكان والرأي العام ان انا خفضت عملية الاشتباك في منطقة خان يونس ودير البلح ان انا ما بشاركش التوارد غير في حاجات نوعية قال للمجهود الجوي لكن هناك كسافة من استخدام سلاح المدفعية لاطلاق النار على هذه المناطق المكتزة بالسكان والدليل ما بيننا ايه ان عدد الشهداء لم ينخفض مازال كل يوم عدد الشهداء في زيادة ويمكن دير البلح وخان يونس عصي على الجيش الاسرائيلي حتى الان بنسبة كبيرة جدا ولكن النهاردة المعارك والمجازر اللي بترتكب داخل المخيمات زي مخيم البريك مثلا سبيل المثال دي جرائم ضده الانسانية وده للأسف شديد هي بمعزل عن الاعلام الدولي لنشر هذه الجرائم النقطة التانية حضرتك هناك بعض الضربات في منطقة رفح ولكن هي ضربات نوعية الغرض منها استخداف شخصيات بعينها وده تم النهاردة على الشرع صلاح الدين استخدام احد قيادات او استهداف احد قيادات حركة حمز بن طائرة بدون طيار وكان معاه تلاتة من المرافقي والاربعة قتلوا